تعالوا نسمع الكابتن حسين نبيب رئيس نادي الزمالك أو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك علشان أعقب أو أعلق بعد تعليق الكابتن حسين نبيب جداً يعني بجد المهانسة أحمد مجاهد أنا شايفه بالنسبة لنادي الزمالك لم يتأخر في طلب لنادي الزمالك نيابة عن التعاد الكور دي نمرة واحد أما بيبقى فيه مباريات زي كل الناس بتقولها برضو أنا أحبها بقى واضح وبوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبست ومين مش هينبست بس دي حقيقة أو فاكت لازم أقولها أن مثلاً في حكاية أما كان فيه مباريات مضغوطة لنادي الزمالك لا إحنا تسألنا وإحنا بالتالي سألنا المدير الفني بتاعنا وكان رأيه أن أنا كم من المباريات طبعاً كل من يعني احترام لدي الجماهير من قاطع النظير بس هو بيبصلها من وجهة نظره إنما ميستر كارتيلون كان بيبصلها من من النحية الفنية البعدة كابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لدارة نادي الزمالك بالمناسبة هو من الشخصيات المحترمة جداً فعلاً وجهة مشرفة لنادي الزمالك بنشوفه كمان تصريحاته عن النادي الأهلي وعن إدارة النادي الأهلي وعن جمهور النادي الأهلي ففعلاً إحنا بنشيد بالكابتن حسين لبيب لكن عايزين نوقف قدام التصريح ده يعني تصريح يعني اللي بيقول فيه عن الكابتن أحمد بن جاهد ما بيتأخرش عن نادي الزمالك الكابتن أحمد بن جاهد بيسألنا لما بيكون فيه مطشط مضغوطة لنادي الزمالك بيرجع لنا لو عايزين نأجل أو لا وبعد كده بنرجع للمدير الفن التساول اللي أنا عايز أسأله عايز أسأله للمهندس أحمد مجاهد يا طرى باش مهندس مين الأولى أنك أنت تسأله بالمتشاط المضغوطة مين الأولى أنك أنت تقوله نأجلك ولا لا اللي بيمثل الكرة المصرية دلوقتي أو الممثل الوحيد للكرة المصرية دلوقتي اللي هيلعب النهاية لأفريقيا يوم 17 ولعب أربعة لعب تمن ماتشيات في 24 يوم مش من هل من الأولى أن النادي الأهلي هو اللي تأجله ماتشات النادي الأهلي اللي بنشوف القوام الرئيسي لمنتخب مصر الأول حوالي 50% أو 40% أو 60% من المنتخب مصر الأول موجودين من النادي الأهلي هي دي اللعبة اللي كانت بتلعب كل 48 ساعة مباراة مش من الأولى أن العب تلنادي الأهلي هي اللي يتم التأجيل لها السؤال الثاني برضو اللي بسأله للكابتين أحمد نجاهد أو المانس أحمد نجاهد هل من الأولى أن النادي الأهلي هو اللي يتأجله النادي الأهلي اللي بعت لعبته أو هيبعت لعبته 6 لعيبة من النادي الأهلي للأولمبياد برغم أن النادي الأهلي هيلعب مباراة دوري ومباراة دوري حاسمة مين الأولى أنه يتأجله عايزين نوقفوا ده من التصريح ده التصريح ده لازم ينضم إلى تصريح المظلومية فاكرين كلاب هاوس اللي كان من كم يوم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك لما اتكلم عن المظلومية اللي بيتعرض لها نادي الزمالك واحنا بنسيب المظلومية دي علشان ناخد اكتر من حقنا فلازم التصريح بتاع الكابتن حسين نبيب لازم ينضم لتصريح المتحدث الرسمي نادي الزمالك علشان تبقى الصورة واضحة لكل جمهور المنافس علشان لما نتكلم نقول النادي الاهلي بيتجامل لا النادي الاهلي ما بتجاملش النادي الاهلي نادي الدولة لا النادي الأهلي بياخد حقوقه بالقانون النادي الأهلي دايماً بيسعى لحقوقه بالقانون النادي الأهلي هو الأولى إنك انت تأجله ماتشاته النادي الأهلي هو المضغوط النادي الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في البطرات الأفريقية بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق هو ده تعليقي أو تساؤلي لكابتن أحمد ميجاد